دعونا نذهب إلى سياق آخر وهو السياق اللبناني حيث قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله أنه لن يكون هناك خيار أمام العدو سوى الاعتراف بالهزيمة ووقف العدوان في غزة مضيفا خلال كلمة له أن القتال في جنوب لبنان والعين على غزة مشيرا إلى أن الجبهة في جنوب لبنان هي جبهة دعم وتضامن ومشاركة في الحاق الهزيمة بالعدو الإسرائيلي وإضعافه وفق تعبيره ويومها عندما يقف إطلاق النار في غزة سنوقف إطلاق النار في الجنوب وعندما يقوم العدو الإسرائيلي بأي عمل سنعود للعمل على ضوء القواعد والمعادلات نحن مقاومة وجزء من معادلة مسؤوليتها منع الاعتداء على لبنان وردع العدو من الاعتداء على لبنان وستكون ردودنا طبعا متناسبة حتى ما حدا يجي يقوله السيد بده يخرب الدنيا وعن بيهدد لا ستكون ردودنا متناسبة وردودنا المتناسبة دائما كانت فعالة ومنتجة ومؤثرة وللتعليق ينضم إلينا عبر مباشرة من بيروت العميد الياس حنة الخبير العسكري والاستراتيجي سيدة العميد حيكة على الجزيرة مباشر ودعنا نقرأ في خطاب السيد حسن نصر الله اليوم وإذا أردنا أن نضعه تحت عنوين أو أهداف محددة من هذا الخطاب ماذا نقول يمكن استنتاج عدة أمور معينة أن دائما هو الرابط بين ما يجري في غزة والجبهة اللبنانية انطلاقا من مبدأ وحدة الساحات ولكل ساحة من هذه الساحات حرية الحركة يعني ما يجري في اليمن مع الحوثيين ما يجري في العراق ما يجري في سوريا ما يجري في لبنان هو من ضمن وحدة الساحات ولكن مع استقلالية معينة ولكل منها هدف معين هذه الأمور احتدمت بسبب ما يجري في غزة الجبهة اللبنانية حسب السيد حسن نصر الله هي عملية تثبيت للقوات الإسرائيلية عملية إشغال وحتى استنزاف لمنعها من مساعدة الجيش الاحتلال الذي يقاتل في غزة ثلاثة هي مضبوطة من ضمن قواعد اشتباك معينة وزيارة وزير خارجية إيران الأخيرة هي ليس لإعلان الحرب وهذا رأي خاص لأنه عندما تعلن الحرب لا تأتي بصفة رسمية وتقول إعلان الحرب هي لعملية ضبط هذه الحرب كي لا تفلت على المنطقة الكلام اليوم الذي تحدث عنه سيد حسن نصر هو آخر كلمة جاءت في التقرير التناسب البروبورشيوناليتي كما يقال هذا التناسب أنه نحن لن نوسع المعركة إلا إذا العدو الإسرائيلي وسع المعركة وبالتالي هذا من ضمن قواعد اشتباك مطاطة أو مرنة عندما يقصف بالعمق وصل إلى النبطية نتحدث عن 30 أو 40 كم داخل الأراضي اللبنانية يقصف حزب الله إلى مرحلة لاحقة وهذا أمر حرب سابتة حرب ستيشنري كما يقال هي حرب بين جيشين يعني اليوم حزب الله يتصرفه كأنه جيش هو يختبر المنظومة الإسرائيلية يختبر منظومته العسكرية هو يجرب الكثير من الأسلحة البركان الفلق واحد اثنين وحتى المسيرات وهي عملية من ضمن منظومة كاملة متكاملة في ظل رفض كل المبادرات التي تأتي من الخارج خاصة المبادرة الفرنسية التي أتت مؤخرا اسمح لي سيد العميد من الناحية العسكرية هذا الاستهداف المنضبط إذا صح هذا التعبير العسكريا بين الطرفين بين حزب الله من جانب والاحتلال الإسرائيلي من جانب آخر هل نقول أنه صب في صالح أحدهم على الآخر بمعنى أن حزب الله يقول أن ما يقوم به من الاستهداف الاحتلال الإسرائيلي هو تخفيف الضغط على غزة والهدف منه الوصول إلى أن ينتهي هذا العضوان على قطاع غزة العضوان على قطاع غزة لم ينتهي يزداد دراوة يوما بعد يوم هل نستطيع أن أقول أن إسرائيل وفقا لهذه الاستراتيجية هي الرابح حتى هذه اللحظة أم لا لا يمكن اليوم قياس من هو رابح من هو خاسر ولكن أنا سأقول لك بعقل يعني عقل ليس شخصي وليس نفساني وليس بعقل واعي يعني كما يقول راشنال عقلاني اليوم المعركة في المنطقة هي معركة جيوسياسة واحد ما جرى حتى على الصحة الحوثية لم يؤدي إلى تغيير جذري بما يجري على الصحة غزة حتى ولو ثبتت هذه القوات على الجبهة اللبنانية وأشغلت هي لا يمكن استعمالها على جبهة غزة لأن جبهة غزة صغيرة كان فيها أكثر من أربعة فرق وبدأ انسحاب الكثير منها ودمرت غزة وهي ليست بحاجة إلى أن تذهب إلى غزة للقتال اثنين لم تتوقف لا ضراوة المعركة ولا ضراوة الحرب على غزة ثلاثة هذه القوات المثبتة على الجبهة اللبنانية هي قد تكون مثبتة ولكن هي عامل ردع آخر بالاتجاه اللبناني لأنها ثابتة تختبر المنظومة لديها طيران مهم وبدأنا نرى سحب الكثير من القوات من قطاع غزة خاصة الفرقة 36 ولواء كرياتي وكلها أصلا ملحقة وهي من ضمن الجبهة الشمالية أو القيادة الشمالية وهي قد تذهب إلى الجبهة الشمالية اثنين وهنا يأتي التحليل الجيوسياسي ما يجري في غزة من ضمن محور المقاومة أو وحدة الساحات هو لا يرتبط بأي شيء تقوم به إيران أو موجودة إيران على الساحة يعني ما يجري في مصر اليوم ما يجري في مصر اليوم إيران ليست موجودة فيه فإذا الحل يجري بغض النظر عن موجود إيران نعم أم لا منذ يومين أو ثلاثة تم الاجتماع العربي الرباعي في المملكة العربية السعودية بغياب إيران فإذا أنت أمام ما يسمى بربط نزاع في مكان ما وتصعيد على جبهة لبنان إيران العراق والحوثيين وبالتالي حتى عندما يكون هناك حل سياسي أو حل المنطقة ككل يكون لراعي الجبهة أو وحدة الساحات دور أساسي هذا يحدد ويثبت على الجبهة اللبنانية العراقية السورية وإلى فترة أقل وكمية أقل على جبهة الحوثيين هذا التحليل الجايو السياسي أريد أن أذهب معك لمسألة نستطيع أن نقول أنها مسألة فيها جزء شعبي وهي موجودة كثيرا هذا الرأي موجود كثيرا على وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا لكل المتعاطفين مع غزة مع المقاومة أو رافضين لهذه المأساة الإنسانية التي تحدث لتنين مليون أو أكثر من أهل قطاع غزة يقولون أن حزب الله بشكل أو بآخر لم يكن عند المستوى أو عند المستوى المطلوب من تعامله ونجدته إذا صح هذا التعبير لغزة ومسألة وحدة المقاومة إلى آخره حتى الآن بعد 130 يوم بدء العدوان من الناحية العسكرية هل هذا المنطق صحيح أم خاطئ؟ دعنا نقول وبعقلانية كبيرة جدا في العلم السياسي وفي علم الجيوسياسة لا عواطف دائمة ولا صدقات دائمة بل دائما هناك مصالح دائمة قبل 7 أكتوبر جريدة كيهان المقربة جدا من مرشد الثورة قالت أننا سندعم من يريد أن يدعم ومن يطلب المساعدة للتحرر لكننا لن نقاتل عن أحد وهذا كرره المرشد قاله السيد حسن نصر الله عندما قال وحدة الساحات من ضمن الحرية الحركة قال لم نكن نعلم ب7 أكتوبر وهذا أمر ينطبق ويندرج على تثبيت أمريكي أن إيران لم تكن تعلم أو قالت أمريكا لم يثبت لنا أن إيران كانت على علم ب7 أكتوبر اتنين الدعم الإيراني والحزب الله لحماس هو دعم استثماراتي بالمعنى الجيوسياسي ولكن دائما كانت الخطة الكبرى بالعقل الإسرائيلي بعد 7 أكتوبر أن حزب الله سوف يدخل في معركة كما حصل في 7 أكتوبر يعني أن يدخل إلى الجليل بالقطاع الغربي بالقطاع وسط والقطاع الشمالي وهذا الأمر يقال عمل لك هذه إحدى السيناريوات التدخل الأمريكي الذي لم يكن منتظرا هذه كانت مفاجأة التدخل الأمريكي والتحزير الأمريكي والردع الأمريكي والحاملات منعت أو رفضت أن يتدخل حزب الله بشكل أساسي تلاتة اليوم أنت الخطاب هو يأسرك في بعض الأحيان كما قال اقرأ كما قال في البدء كان الكلمة عندما تقول أنك من ضمن محور المقاومة وسوف تدمر إسرائيل لا يمكن لك أن تكون سلبيا إلى درجة أن لا تؤدي حزب الله يؤدي الذي يمكن أن يؤديه من ضمن ضوابط توضع يعني حزب الله لديه استراتيجية أو حرية استراتيجية ولكن في البعد الجيوسياسي القرار ليس عند حزب الله حتى إسرائيل في البعد الاستراتيجي لديها حرية ولكن في البعد الجيوسياسي القرار عند الأمريكيين ومن هنا الضغط الأمريكي المستمر والمتكرر لعدم فتح جبهة لبنان هذا أمر مهم يجب أن نحلل بعقل بعقلانية لنعرف نوايا العدو وكيف يجب لنا أن نتصور ليس بالعاطفة نحن نخسر بالعاطفة بشكل عام سؤال أخير سيد العميد متعلق بفكرة الحرب الشاملة على الجبهة الشمالية أو يعني بين الاحتلال وحزب الله اللبناني هل تراجع هذا السيناريو أم مازال قائما وبقوة هو لم يكن موجود أو أصلا يعني في بداية الحرب يو آف جالنت قال فلنذهب إلى جبهة الأخطر جبهة لبنان رفض نتنياهو بسبب الضغط الأمريكي اليوم إذا أرادت إسرائيل أن تفتح جبهة لبنان التحديات مختلفة القرار أمريكي لماذا؟ لأن استهلاك الزخيرة والعتاد الذي حصل في معارك غزة عوضها الأمريكي فإذا إذا ذهبت إلى حرب أوسع وأشمل أنت بحاجة إلى أكثر بكثير مما استهلكته على جبهة غزة وهذا الأمر لن يأتي إلا عبر الولايات المتحدة الأمريكية 250 طائرة كارغو 20 سفينة فتحت المخازن الموضعة مسبقا في إسرائيل وبالتالي الدعم العسكري والدعم المالي والدعم السياسي في مجلس الأمن هذا القرار هو قرار أمريكي هناك مثل في الفرنسية يقول كيدون أردن من يعطي هو الذي يأمر أشكرك شكرا جزيلا العميد الياس حنال خبير العسكري كنت معي مباشرة من بيروت شكرا جزيلا لك ومن بيروت دعونا نتحول إلى القاهرة لكن قبل التحول إلى القاهرة هناك